في دراسة نشرت فيه مجلة سيتيك دايلي العلمية بتقول إنه السيدات اللي بيقضوا ستة ساعات أو أكتر كل يوم وقت فراغ مستقر، هنفهم يعني إيه برضو وقت فراغ مستقر مع حضراتكم يعني فراغ تام بدون أي مجهود، ده بيضاعف من خطر إصابة المرأة بأورام الرحم الخبيثة طيب عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هيعرفنا عليها الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام صباح الخير يا دكتور صباح النون يا فان يا أهلا بحضرت في البداية نعرف سادة المشاهدين إيه أسباب الإصابة بأورام الرحم الخبيثة هو في أسباب عامة وفي أسباب خاصة يعني فأهم حاجة في الأسباب العامة هو قلة الرياضة البدنية يعني الواحد لازم يعمل مجهود دائم ومستمر سواء يعني ماشي رياضة خفيفة حسب السن العمرية يعني مع كده نظام الأكل لازم يبقى يعني متوازن ما فيهوش دهون كتيرة ما يؤديش إلى السمنة زايدة لأن السمنة أحد مسببات الأورام لازم يكون فيه العناصر الغذائية المختلفة على الأقل من خمس لسبع ألوان في الأكل كل يوم حسب نوع السلطات واخضاره وبروتينات وما إلى ذلك وبعدين بعد كده كمان فيه الموضوعات بقى اللي هي ليها علاقة بالهرمونات بالزاد بالنسبة للسيدات يعني الجزء الخاص بالرحم والسادي والمبايض بيبقى لهم علاقة بزيادة أو نقص هرمون الاستروجين اللي هو موجود فيه المرأة بصورة طبعية سواء كان من داخلي أو خارجي يعني لو هي بتستخدم أدوية فيها هذا الهرمون الأنسوي بعد كده بييجي العمل الوراسي العمل الوراسي برضو مهم جدا في بعض الأمراض زي سرطان السادي وزي برضو سرطان الرحم وأنواع أخرى فيه بعد كده بقى التلوث التلوث العام بصفة عامة سواء كان فيه الماء أو في الأكل أو في الجو كل ما كانت نسبة التلوث واستخدام المواد الكيموية والصناعية قليلة كل ما كان الاحتمال ده يعني مشوارد أهم بقى حاجة وهي أخر حاجة وأهم حاجة هو التدخين التدخين ده هو العدو الأكبر للسرطان للسرطانات بصفة عامة سنعون كان سرطان الرئة سرطان الجزء العلوي من الجهاز الهضمي أو التنفسي سرطان السادي بعض يعني أنواع أغلب الأنواع سرطان مثلا البولية كل ده بيبقى له علاقة بالتدخين بجميع أنواعهم يعني مش سرطان الرئة فقط لا لا خالص بالعكس بجميع أنواع عصان كانت سجار أو سجار أو بايب أو شيشة الشيشة بتساوي حوالي من خمسين لسبعين الحجر الواحد يعني اللي بيبقى موجود في الشيشة من خمسين لسبعين سجارة يوميا فتخيل لو واحد بيشرب السيشة دي كل يوم هيبقى الرئتين بتقعوا شكلهم إيه والتلوس اللي هيبقى موجود شكل وستجار الإلترونية والطبعا كل الحاجات دي دخلة في نفس وبعدين في الآخر بقى خلص بعد الأمراض اللي هي مش أورام تجيب أورام يعني الفيروس سي اللي الحمد لله نجحنا في أن احنا نقضي عليه هو العدو المسبب الأول لسرطان الكبد اللي هو دلوقتي الأكثر الأنواع شيوعا في مصر في بعض الأمراض الأخرى زي البل هارسيا إحنا البل هارسيا مثلا كانت بتعمل لنا سرطان المسانة البولية بصورة كبيرة جدا كان هو أكثر الأنواع شيوعا لدى رجال ولما قدرنا نقضي عليها من خلال وسائل الإعلام ادي ضهرك للترعى والأدوية والتعليقات اللي كانت موجودة بالهارسي قلت قوي في الريف المصري فبالتالي سرطان المسانة البولية ابتدأ يقل اللي هو ليه علاقة بالهارسي طيب تكتر خلينا نرجع مع حضرتك لهذه الدراسة وهل فعلا فيه علاقة ما بين قضاء وقت فراغ زي ما تابعنا وزي ما ذكرنا منذ قليل بسرطان الرحم لأنه فيه سيدات مثلا بتشتغل الشغلاء بيبقى على اللعب طب بيقعدوا فعلا ما بيتحركوش أكتر كمان من ست ساعات هي الفكرة مش ست ساعات هي الفكرة أن أنا لازم أحرك الدم في الجسم ولازم أن أنا يعني يبقى عندي نوع من القدرة على أن أنا أعمل رياضة يومية ممكن أشتغل وقعد خمس ست ساعات بس مش لازم أقعد خمس ساعات كلهم مرة واحدة يعني ممكن أتحرك في أثناء بين الفترة وفترة ممكن أتمشى لما بنزل مثلا شغل الصبح في الناس تحب تبقى وسيلة المواصلات اللي هي قدام إذا كان ممكن تطلع كمان لما كانش أغلقه ما فيش موسيكيلة فبرضو أي نوع من أنواع رياضة والنوع الماشي هو اللي هيبقى مفيد وده اللي بيقلل من فترات يعني أن الست ما تشتغلش ست ساعات أو أكثر طبعا دي كلها عمليات إحسائية حسابية لك دراسة سليمة أنا طلعت عليها كويسة قوي لكن يعني يعني هو الكونكلوجين أو الملخص للدراسة هو أن احنا لازم نلعب أو نعمل رياضة يعني لازم يبقى فيه نشاط بدني يعني دائم كل يوم طيب هل الموضوع مرتبط بفئة عمرية معينة بالنسبة للسيدات خالص بالنسبة للهو سرطان الرحم طبعا السن اللي هو الأكبر شوية هو اللي بيبقى معرض أكثر الأكبر من كم مثلا يا فن يعني فوق الأربعين يعني فوق الأربعين يعني أربعين أو خمسين أو ستين هي بتبقى لما البنات الفتاة الصغار أقل عرضة للإصابة بسرطان عموما يعني في جميع الأنواع الأخرى السن الصغير ما بيبقاش يعني الجسم لسه الجهاز المناعي بتاعه موجود الحيوية موجودة فكل ما لأنه أحد تعريفات السرطان هو مرض العمر المتقدم فكل الإنسان ما زاد في العمر كل ما احتمالات إنه هو يجيله أي أنواع بما فيها سرطان الرحم وسرطان السادي بيبقى أكثر طيب دكتور حقيقاً بنتابع من خلال حتى المجتمع المحيط بينا إنه الأورام اللي فيها الحميدة هي بتبقى أكثر أنواع الأورام الحميدة شيوعاً في وقت سن الإنجاب ده إيه سببه؟ هو الأنواع الحميدة اللي هي حضرتك يمكن قصدك عليها اللي هي مثلاً بنقول عليها فيبرويد أو الأورام اللي فيها اللي بتبقى موجودة في الرحم دي بتبقى لخبطة في سن البلوغ وبعد كده لغاية أما الجسم بيتعود على الوضع النضج الكامل يعني فبيبقى فيه الأخبطة دي هي اللي بتعمل الأورام اللي فيها الحميدة اللي هي بتبقى موجودة ودي الحقيقة ما فيش منها خطورة خالص غير لو حجمها زاد بس كبر فبتضغط على أعضاء الجسم الأخرى فممكن تعمل بعض الأعراض لكن ممكن التعامل معاها وهي موجودة بدون إزالتها مثلاً لكن التعاملها من خلال الأدوية أو كده بالزبط طيب تحذير حضرتك للسيدات بشكل عام لو في أي حاجة ممكن يتجنبوها قبل حتى ما يوصلوا لسن الأربعية هو حضرتك استخدام المواد اللي هي فيها أدوية سواء كانت أدوية أو أكل فيه نوع من أنواع الهرمونات الزيادة ده مش مش كويس ده أول حاجة الحاجة التانية هو اتباع نمط حياة يعني معتدل يعني دايماً بنقول خيره الأمور الوسط النوم 8 ساعات في اليوم الرياضة الخفيفة زي ما قلت الحاجة الأكل المتوازن عدم استخدام بعض الحاجات اللي هي زي الجنك فود مثلاً الجنك فود ده من الحاجات اللي هي مدرجة طبعاً ما فيش مشكلة أن احنا نقعد أسبوع أو أسبوعين مرة أو مرتين كده ماشي لكن إن أنا هيبقى هو ده نمط حياتي إن أنا عايز مثلاً في الشغل من الصبح إلى الليل فأنا طول الوقت بأخذ الأكل اللي هو كده بلا بيبقى مش مزبوط طيب هل في يعني زي ما قول كده تشاك أب أو كشف دوري على الجسم عشان السيدات تاخد بالها هل في أدوية ممكن تكون بتسبب مثلاً نسبة أو يعني حدوث نسبة حدوث أو الإصابة بالأورام يعني فيه أي حاجة ممكن السيدات تاخد بالها منها عشان تقدر تتجنب أو تحمي نفسها من خطر إصابة ده بيجرينا بقى الموضوع مهم جداً اللي هو المبادرات الرئاسية اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة وطبعاً كل ما ركزنا أكتر على التوعية بالأسباب وعلى أن احنا نتبع يعني النظام سليم كل ما كان احتمالات الإصابة أقل نحن دائماً نقول الوقاية خير من العلاق فالوقاية هي أننا أتجنب المسببات اللي احنا تكلمنا عليها طبعاً بالنسبة للسيدات على وجه الخصوص زي ما قلت لحضرتك الحاجات العامة وعدم استخدام الأدوية اللي هي فيها يعني هرمونات أو أدوية بتشتغل على الجهاز المناعي بتاع الجسم اللي بتضعف الجهاز المناعي طيب دكتور هل في علامات حيوية السيدات تقدر تعرف من خلالها أن هي مصابة بالسرطان؟ طبعاً هو عموماً بصفة عامة أي عضو في الجسم معرض أنه يجيله أورام سواء كانت حميدة أو خبيثة أي مرض بيعمل أعراض فالأعراض العامة يعني مثلاً الرئة سرطان الرئة كحة مثلاً ماشي ما فيش مشكلة لو كحة موجودة أو بلغة أو ألم في السدرة أو أي حاجة وأنا عالجتها أو استحملتها شوية وبعدين أنا من واحدة اتصرفت وعالجت روحي وبعدين بعد كده العلاج ما جابش نتيجة وروح للدكتور فالدكتور كتاب لي علاج الدكتور عام يعني بطن عامة كتاب لي علاج مثلاً أسبوع أسبوعين ما جابش نتيجة هنا بقى لازم أن أنا أتدخل وأعمل مثلاً أشعة على الرئة فالأشعة هي اللي ممكن تباين في مثلاً حاجة في مثلاً تباول مثلاً في مشكلة عليكت مرة اتنين تلاتة ما فيش يبقى في الحالة دي لازم أعمل الجراءات اللي هي المفروضة أن أنا أعمالها في سن معينة مثلاً بالنسبة للسيدات فوق الاربعين سنة من الأفضل أن هي تعمل أشعة مامو جرام على السادي كل سنة مرة وبالذات لو في عامل وراسي موجود في الأسرة سواء كان عمتها، خلتها، أختها، مامتها، جدتها يعني أي عنصر في الأسرة موجود وفي المرض موجود يبقى في الحالة دي أن احنا نأخذ بنا بتكون أكثر عرضة لإصابة بالضبط غير كده بقى بيتعمل شيء قبع عادي اللي هو زي ما قلت الحقيق بالنسبة للسادي هو المامو جرام في بقى أنواع كتيرة تانية ما هيش يعني إيه ما ينفعش فيها أن أنا أعمل حاجات دورية إنما ينفع أن أنا أتجنب مسببتها فبالتالي مثلاً القولون الرئة السادي البرستاتا دي من الحاجات اللي أنا ممكن أعمل فيها تشيك أب كل شوية تشيك أب بيبقى يا إما تحليلات دم يا إما أشاعات في وجود أو عدم وجود أعراض بس الأهم إن هو يبقى فيه أعراض ولو فيه التاريخ مرضي برضو نسبة المتابعة أو التشيك أب اللي هو المفوض يتعامل بتبقى الفترات الزمانية اللي بين دي ودي أقل من الإنسان العادي اللي هو ما عندهش في الأسرة بتاعته لكن أنا بنشوف دلوقت إن كل أغلب الأسر في مصر الحقيقة لازم كلنا نعرف إن فيه حد موجود جال ورم لأنه نسبة حدوثه بتزيد شوية يعني في مصر صفة عامة يعني في العالم كله يعني طيب إيه الجديد في علاج الأورام يا دكتور؟ الجديد في علاج الأورام هو حضرتك بالإضافة للوقاية والاكتشاف المبكر اللي هم دول أهم حاجة هو إنه فيه جراحة بالنسبة إحنا عندنا إيه جراحة عندنا علاج إشاعي علاج بالأدوية بالنسبة للجراحات الجراحات التحفزية باتهي دلوقتي اللي واخده الأبرهند اللي هو مثلا إحنا بنحاول إن إحنا نحافظ على العضو اللي هو المفروض يتعالج من المرض اللي فيه بقدر الإمكان إنه نخليه سليم يعني ما يبقاش استقصال جزء ما يبقاش استقصال كله دي أول حاجة ده بالنسبة للجراحات بقى فيه كمان الجراحات اللي هي باستخدام الروبوت اللي هي ودي حاجة من الحاجات برضو اللي هي بتقلل من الأعراض الجانبية بعد البوست أوبراتف يعني اللي ممكن تحصل بعد الجراحة ده بالنسبة للجراحة بالنسبة للعلاج الإشاعي بقى فيه دلوقتي أجهزة جديدة جدا يعني تركزها بيبقى أكتر على الورب هي المشكلة في العلاجات الأجهزة للعلاج الإشاعي القديمة إنها ممكن تأثر على الأماكن ده الجديد في النسبة للعلاج بالنسبة بقى للأدوية عندنا طبعا الأدوية اللي هي العادية خالص العلاج الكيماوي بعد كده فيه الأدوية العلاج الهرموني اللي هو بيهاجم بعض الأمراض اللي هي لها علاقة بالهرمونات زي سرطان البرستاتا في الرجال وزي سرطان السادي في السيدان فيه بعد كده العلاج اللي هو الموجه اللي هو بيختار الخلايا اللي هو رايح يعني يهاجم ريسبتور معين أو مستقبل معين موجود على سطح الخلايا السرطانية ومش موجود على الخلايا العادية فتبتدي يبقى نسبة الاستجابة أكتر والأعراض الجنبية أقل وفيه بعد كده العلاج المناعي العلاج المناعي اللي هو بيقوي الجهاز المناعي بتاعنا احنا كل يوم الصفح بنصحة فيه 500 خلايا سرطانية موجودة في جسمنا اللي هي خلايا مشوهة اللي بيتولى القياه أثناء الانقسام اللي بتولى القضاء عليها كل يوم الصفح قوي الجهاز المناعي عشان نتريه فلما نقوي الجهاز المناعي بالحاجات اللي أنا قلتها العامة دي أو بالأدوية بيحصل القضاء على الخلايا نشكر حديدك طبعا جزيز شكر دكتور حسن خالد أستاذ طب الأوروم نشكرك كيف أن نمشكر ننجازين على وجودك معي